السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا رب تكونوا بألف خير وبأحزن حال النهاردة جايلكو فيديو ممايز جدا جدا تورتوية خطوبة سهلة وشيك وكمان ادواتها بسيطة جدا وكمان التكنيك بتاعها ابسط من البساطة النهاردة باذن الله هقدم لكم التورتوية دي من اول الحشو الحد التزيين التزيين الخارجي لو بتشوفوا قناتي بقى الاول مرة يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة او تدوسوا على كلمة اشتراك اسفل الفيديو على الشمال وتعملوا كمان لايك وشير للفيديو قبل نمتدي في الطريقة والشغل عزيكم تصلي على النبي ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله انا جربت طرق كتير جدا للكيك الاسفنجي ولقيت ان اسهل طريقة هو الكيك الاسفنجي الجاهز او الدي ايه السبونش الجاهز اللي منجيبه نحن ده مستلزمات الحلوين نتيجة ممتازة وكمان سرعة في العمل بقى منوزنش اي مواد ولا اي حاجة نص كيلو مدي السبونش الجاهز بيكون مصدر موسوك انا مستعملها ماركت جولدن باك وسط بيضات سقعين من التلاجة نص كباية مياه سقعة من التلاجة برضو وفانيليا وخل ليس سقعين الدي السبونش ده في محسنات وبتنشط اكتر واكتر واكتر مع الحاجة السقعة يعني دي نتيجة افضل مع البيض السقع والمياه السقع معي نص كيلو دي السبونش ست بيضات متوسطين الحج ما يكونش كبار اوي وسقعين ونص كباية من المياه السقع وفانيليا تقدر تضربه ما اضرب البيض اليادة والعادي بس للامانة مش هديكو فوم زي العجان العجان بيدي فوم عالي وبيتماسك بسرعة وبطبعا بالمضرب البيض العادي بيقعد مسلا بنقعد عشر دقايق خمستاشر دقيقة لحد ما يعمل فوم معايا ويعلم ولما بتكون سرعيته عالية بيساعدك كتير في العجان بيتدرب من خمس لسبع دقايق وبوصلهم كمان لعشر دقايق عشان اضمن من الكيك بتاعي يبقى هش قوي قوي. في ناس بتستعمل بيت صغير لما يكون بيت صغير بنزود بيته لو بنستعمل بيت كبير بنقلل بيته. بيت صغير بيبقوا سبع بيضات. بيت كبير آآ بيبقوا خمس بيضات بس. انما البيض المتوسط الحجم المتوسط ستة بس. خطوة مهمة جدا. ايه واعت وقفي ضرب في نص الضرب او في بداية الضرب? هتلاقي الخليط بتاعك لو عملت ايه عمره ما حيرفع معاك. حتى العجان. فبالله عليكم لو انتو بتضربوا الكيكلي سفنجي ومش بيعلى معاك وده عشان ساعات بتوقفوا الضرب في النص. ضربتو لحد ما مالها الحلة بسم الله ما شاء الله كده. بعد عشر دقيقة نسبت عشر دقيقة كاملين. كنت عايزة الكيكة عالية جدا. بصوا بالشكل ده. ومتماسك قامل متواسك جدا جدا. وعلى وبيض. الكيك ده او المقدار ده انا عايزة اكون تورطوية عالية زي ما شفتو. فمعايا حلة مقاس عشرين او صنية مرتفعة الجوانب. دي صنية وبجيب اما انا عند مستلزمات الحلواني ارتفاحها عالي. ارتفاح حوالي خمستاشر سنتي. تقدروا تعملوها في صنية مقاس اربعة وعشرين. بس عتكون طلت طبقات بس. انما الصنية الكبيرة مرتفعة الجوانب دي بتطلع من اربعة لخمس طبقات. حسب سمك الطبقة اللي انتو عايزينها. بنزل ازباتش لكده لتحت لان الخليط عالي. علشان هتأكد ان كل جوانب الصنية دخل فيها خليط كويس جدا. وبساوي الوش كويس جدا. بصوا قوامل عايزينكم تركزوا او في قوامل سبونش. لو سيل عن كده يبقى في حاجة غلط. تمام? متماسك كده وجميل. بنهزها هزة كده وبنعمل خبطتين على الرخامة. وبصراحة انا خبطتها كم خبطة على الارض. خبطتها خبطتين محترمين. ما تخافوش مش هتطلع منها لان هو خالص. خبطتها خبطتين محترمين عشان لفقوعاتها وتطلع. بنخبزها آآ على مية وتمانين والشبكة في النص. وطبعا علشان هي مرتفعة فهي وصلت لحد الشواية. فعملت الشكل اللي انتو شايفينه ده. لو مش عايزين الشكل ده ومش مش عجيبكم الشكل ده اخبزوا المخليطة على مرتين. يرتفحت دلوقتي عشر سنتيك. كده كده انا مش محتاجة الوش فانا حاخده بالسكينة. بنسيبها طبعا تبرد قبل ما نشتغل فيها. اول ما بتطلع من الفرن بحطها على شبكة لحد ما تبرد تماما. وبعد كده بشتغل ان انا بقصها او بقطعها. الكيك هيطلع لي اربع طبقات. ارتفاع كل طبقة اتنين ونصف سنتي. تبصوا الهاشيشة بقى. هشة جدا جدا. وفتحة. طحفة. شانا اقطع طبقات الكيك تكون متساوية. وانشار الكيك ده ممتاز جدا. لبي هربدلنا الكيك ولا بيفرفته وبطلع على طبقات كلها نفس المقاس. انا عملتوا على تاني مقاس على الطول. انا مش فاكرة رقم بالزبط بسوات تاني مقاس على الطول. وانتو بتقصوا الكيك او انتو بتقطعوه اديك وبصوا ما تتحركش يا يمين ولا شميل. تفضل عمودية على الرخامة. انا قصيت كده طبقتين وحقص معاكم الطبقتين التانين. هقول لكم بقى ازاي. بناخد كده المنشور بتاعنا وقدينا سبتة. ليمين ولا شميل. بنحركها كده بالراحة خالص خالص. احنا مورراش حاجة. بصوا كده زي الفل. طبقات الكيك متساوية. مش مفرفتة. ولا اي حاجة. بس. بصوا الجمال انا كنت عايزة الطبقة تكون سميكة شوية. طبعا الارتفاع ده بيطلع خمس طبقات من المتوسطين العاديين. بس انا كنت عزهم اربعة بس. هشة قوي وطرية جدا جدا. وفتحة. قزمت الكيك على اربع طبقات. الترطة دي مقاس عشرين. وبعد التزيين اه بتبقى مقاسها اتنين وعشرين. هنجهز الكريمة هيكون معايا تلات كبيات ونص من المية السقعة جدا. تلات كبيات ونص. اللي هو المج الشاي العادي. وكوباية من السكر. وحنبتدي ان انا دوب السكر شوية كده مع المية. قبل ما انزل بالكريمة. انا عندي هنا كريمة لباني بودرة. استعملت كوباية يعني حوالي تومني كيلو من الكريمة اللباني. كوباية. وعندي كريمة خام نوعها اسمه جولدن. اه دي اعلى كريمة موجودة في السوق. ده سمة وجميلة جدا وتدينا فهم عالي. اخدت ربع كيلو منها. يعني تومني كيلو من الكريمة اللبانية وربع كيلو من الكريمة الشنطي العادية. وثلات معالي من الباستري كريمة. وده احلى كريمة في الدنيا. مش محتاجين تحطوا معاها اي حاجة. بس عشان دي كانت ترتد خطوبة ورايحة لعرستان وكده. فبقولهم طبعا الف مبروك. اه احبيت ادعم الكريمة ويبقى طعمها مميز قوي. مختلفة عن اي حاجة. بنضرب بقى فترة كويسة جدا جدا. ما منضفش فانيليا ولا اي حاجة. بنحتفظ بطعم الكريمة ودسامتها. بفضل اضرب لحد ما تعمل فوم وتعلى وتتماسك. ولو مضرب البلد بتعطي تضربها حوالي عشر دقايق. معايا هنا البورد. البورد ده مقسه تلاتين في تلاتين. اخترت يكون لون ابيض لون التورتة. مهمة برضو جدا. احنا نحط كمية من الكريمة في اسفل التورتة نفسها على البورد. ومنبتدي ان احنا بقى نحط اول طبقة. انا حبيت تكون الطبقات عالية بمنها عالية. فيفضل تكون طبقات الكيكة عالية. سقيتها هنا بايه? معلقة من نوتيلا البيضة. وكوباية من المية. او معلقة او نصفة مسكرة شوية. وبقلبهم يعني بقلب النوتيلا مع المية. بتكون المية دافية شوية عشان اعرف ادوب النوتيلا. وبسقي بيها الكيكو. كانت طعمها حلو جدا على فكرة. بحط طبقة من الكريمة طبقة محترمة كده. وحشوة التورتة دي. انا كنت عاملة فيلنج فراولة. بعرضو موجودة على القناة ستبلكو آآ فيديو الحشو الفراولة. فيه سندول وصف ده حشو للتورتات والشيز كيك. حطيت نوتيلا بيضة سيحتها شوية كده مع معلقتين زيت عشان تبقى بتتفرد معايا بسهولة. وحطيت كريزب ابيض شوكولاتة بيضة. كله ابيض في ابيض. يعني حطيت نوتيلا بيضة وكريزب. وتعمل الحشوة دي تحفق قوي 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 حطيت تاني طبقة من الكيكو وسقتها برضو. حطيت كمية محترمة من الكريمة. وبنسويها نسويها كويس جدا. علشان تبقى طبقات كلها متساوية. في الميل ما تبقاش طبقة ميلة لو كده. بعد كده حطيت الفراولة او حشوة الفراولة. الحشوات دي بتتبقى جاهزة على فكرة جامعة. بس انا رو بحب البيتي قوي. بحب الحشوات البيتي دي بتبقى طعمة حلوة قوي. الطريقة ان شاء الله هسيبها لكم زي ما قلت لكم في صندوق الوصف. وبعد ما فاردت حشوة الفراولة حطيت برضو كمية من الكريمة علشان آآ تمسك الكيك يمسك كويس جدا. هو عاي يمسك بس آآ تأكيد يعني. حطيت برضو كريزب شوكولاتة بس مش كتير قوي. على فكرة الحشوة يا جماعة سكرها مش عالي. تمام? لو حتجربوا الطريقة بتاعتي سكرها مش عالي. سكرها وصف. حطيت تالت طبقة. حطيت الطبقة برضو محترمة من الكريمة برضو. انا مشي معكم خطوة. ما حبيتش ان انا اشيل اي حاجة من الفيديو. آآ حطيت بعد كده النوتيلة البيضة برضو. وشوية من كريزب وبسيحب شوية مع الكريمة. عشان تبقى متدخلة فيها يعني. حطيت رابع طبقة. نطفت البرو دي بقى بتاعي. وحارج على الكريمة بتاعتي اديها ضربة محترمة لان هي بيبقى فيها آآ هوا. من القاعدة دي بقى. انا ما حطيت الاربع طبقات او من بنيت الاربع طبقات. آآآ لقينا فيها هوا طبعا. فنديها ضربة كده حلوة قوي قوي بالنسبة لنخرج منها الهوا. وعلشان لما نيجي نجلس نبقاش في فقعات هوا في الكريمة مع التجليس. حطيت الكريمة في كيس تازين وحطيت الكريمة على جوانب ترتب الشكل ده. علشان تبقى متساوي قدر الامكان وتبقى كل الكيك واخد كريمة. وابتديت ان انا اساوي الكريمة بالشكل ده كده بالنسبة له. وحاول اكون سريعة شوية في المرحلة دي. علشان الكريمة كل ما بنقعد كده نطول معاها في في عملية التجليس بتعمل فقعاتها وبتدناش النتيجة اللي احنا عايزينا. الترطة بتاعتي الترطة دي يعني موسط لحد ١٨ سنتي أو ٢٠ سنتي مع التجليس. فاخدت مصطرة وابتديت ان انا اساوي بالمصطرة ودتني نتيجة حلوة جدا جدا. عبتدي اعمل بقى درب الدهبي. حيكون معايا ميت جرام شوكولاتة بيضة. وحطيت عليهم تلاتين ميلي من الزيت. ده هتين ميلي حوالي معلقتين كبار. واخدهم على النار على درجة حرارة هادية قوي. وهسيح الشوكولاتة مع الزيت. الزيت طبعا هيتطري معايا الشوكولاتة شوية. مش هتمسك بسرعة وفي نفس الوقت مش هنضيف نبقى حليب ولا كده. مش عايزة صص صص شوكولاتة او جناش. انا عايزة اعمل درب. حطيت الشوكولاتة اللي مسيحها مع زيت في كيس تزيين. وقطعت الطرف كده بشكل هو ما يكونش واسع قوي عشان عايزة الدرب بينزل رقيق جدا على الكيك او على الترطة. ببتدي ان انا امشي على الطرف. والاماكن اللي انا عايزة ينزل فيها درب بضغط آآ ضغطة على الكيس. وبعد كده بستيب الكيس ينزل زي ما هو عايز. لحن دخلها التلاجة لمدة نص ساعة. هتلاقوا مسكت على طول. على محضر الدست اللي هنلون به الدرب ده. هننعمل دست دهبي جميل جدا. بيعلكوا كده بداية للمزيب. معي دست دهبي علشان الوين به لازم احط مزيب. والمزيب يعني سمعت انه بيمرر. وممكن نحط مكانه روح لامون روح لوز. وهكذا. ما انا ما كانش عندي روح لوز ولا روح لمون ولا الكلام ده. فاستعدت عنه بعصير اللمون. عصارت لمون كده. حطيت معلقة من الدست الدهبي. بتجابنا عنده مسترزمات الحلواني. جماعة قابل الاكل ما فيوش اي مشكلة. حاجة بتتبعها عنده مسترزمات الحلواني. بنحطها على الكيك او على الطرطة. بتبقى قابلة للاكل. حطيت معلقة من الدست ومعلقة من اللمون. وبفضل ازود لمون لحد ما اوصل لقوان معين كده. لايكون خفيف اوي ولا تقيل اوي. وهبتدي ان انا الون الدريب اللي انا عملته بالشوكولاتة البيضة. مرحلة دي بها محتاج دقة شوية وروآن كده وتكون البال رايق ولا في دوشة حواليك كوبات شاي جنبك. وعشان تبيك دقيقة عشان ميروحش كده الدستة على الكريم. احنا عايزين نلون الدريب بالشوكولاتة بس. الدريب ده انا لونته. بص شكله جميل جدا جدا جدا. والتصوير كمان ظلمه. على حقيقة الحاجة بتبقى احلى بكتير. هبتدي بقى ان انا احط لولي آآ من تحت من الاطار اللي من تحت ما حبيتش يكون بقى شغل الكريمة والكلام ده لأ. حبيت يكون حاجة رقيقة رقيقة رقيقة. فاخترتي يكون في لولي كده بعد مستزمة الحلواني بيلمع. حطيته ده يندير كده على التورتة من تحت. ومعايا هنا ورد. ده ورد صناعي بس اخدته غسلته كويس جدا واسبته ينشف. ولفيت الفروع بتاعته بستريتش راب عشان لما ينزل في الكيك. يبقى فيش حاجة لمساة خالص من الورد ده. ابتديت ان انا انصق بقى الورد بالشكل انتم شايفينه. حاطيت وردة حمرة بعد كده وردة روز من الجنب كده. واحاول يكون البصين على التورتة من قدام. الجهة اللي انا شايفها انها حلوة قوي. واو جدا جدا في التزيين. بخلي الورد بصاص لها. لان ليها وش وليها ظهر. التورتة دي ليها وش كده وليها ضع. وبتديت انا هحط وردات صغنونة من تحت. ما حبي تشيكون بقى الورد كبير من تحت كمان. وهتتفرع اغضر كده من الجنب. ولولي. نفس الولي احنا حاطينه من تحت كده رشيته كده بسيط. بس قبل ما اه ما روح بيها المناسبة. قبل ما روح بيها الخطوبة. زودت لولي فضي. بس ما كانش عندي وقت خلص للتصوير طبعا. زودت لولي فضي مع لولي الابيض. ادي طبعا اعطتش فضي. اعطتش جميل جدا. وده شكلها من الخلف ومن الامام لازم تكون كل الجواني بشكلها حلو. ما يكونش فيه فروع بينه وحاجات كده مش لطيفة. لازم تتنصق الورد كده دير ندير كأنها باقة ومحطوطة على التورتة. معي توبر هنا بأسامي العريس والعروسة. حاطتي توبر من فوق كده. شكله حلو جدا جدا. شجد جدا. وسبشيل جدا جدا. المناسبة. اي مناسبة في الدنيا تنفع معيكم التورتة دي. سواء كان خطوبة او زفاف. وبس كده فيديو النهار ده خلص على خير. اتمنى يكون فيديو النهار ده عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملو سبسكراب القناة وتعملو كمان لايك وشير الفيديو. اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. بحبكم جدا جدا في اللايك. كان معكم شايماء حسن من قناة حلو حدق مع شايماء. طينا مع عليكم.